لم تلبث المكلة طويلا حتى عاد الإرهاب ليضرب من جديد انفجاران منفصيلان هي العملية الإجرامية التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي استهدفت نقطتي تفتيش تابعتين للجيش الوطني أسفر عنهما سقوط قتلى وجرحا خسارة كبيرة لكن الأولى فضل الله سبحانه وتعالى ويقضتهم من جهدهم اللي كان موجود هنا كانت دينة هذا أو الحجم الكبير للانفجار هذا دخل إلى مدينة المكلة يمكن معناته والله أعلم كم كانت ضحايا بتروح وأبرياء قيادة السلطة المحلية بدورها أكدت أن تلك الأحداث لم تعيق مسار عملية الاستقرار التي تشهدها المدينة فالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المدعومة بقوات التحالف تزداد التماسكا يوما بعد آخر طبعا هذه العمليات الإرهابية اللي قررت لم تؤثر في الحياة الاعتيادية للمكلة والمكلوين وهذا يزيدنا عزما في مواجهتهم وأخرا قبل العيد بأربع أيام تم إعداد خطة محكمة هذه الخطة تكمن على أساس تأمين المدن الرئيسية المكلة الغيلباوزير الشحر الديس الشرقية الريدة بأحزمة أمنية داخلية وخارجية حالة من الهدوء والترقب تسود المدينة رغم الجهود التي تقوم بها السلطات إلا أن الأخطر لا تزال متوقعة فما كاد جرح التفجيرات السابقة يغادر مشافي المدينة حتى حل جوارهم مصابون جدد يكبر معهم جرح المحافظة الأكثر هدوءا كما توصف عبد الرحمن بن عطية الإخبارية المكلة